بنصوص قانونية وتشريعية أعفيت الكثير من المواد المشمولة بالإعفاءات الجمرجية بضمنها المواد الإنشائية والصناعية والخطوط الإنتاجية الأخرى الهيئة العامة للجمارك تتحدث بأنها حققت نصف إيراداتها المالية من القيمة الكلية الواجب إيداعها في خزينة الدولة لعام 2020 أما العام الحالي فالعمل يجري وفق الإجراءات القانونية ذاتها ولكن بحسب الحاجة الفعلية للمواد المستثنات نصوص قانونية بإعفاء كثير من المواد شمولها بالإعفاءات الجمرجية سواء كانت في قانون هيئة الاستثمار الوطنية سواء كان في قانون الاستثمار الصناعي إيرادات القمارك في عام 2020 المبالغ التي كانت واجبة تحقيقها لخزينة الدولة كانت 2 تريليون وما يقارب ربع المفروض نصف هذه المبالغ ذهبت شملت بالإعفاءات الجمرجية فالإتحقق هو 1 تريليون وكذا رقم إعفاءات لشركات استثمارية مخالفة للتعليمات المنصوص عليها يتحدث متابعون كون الإعفاءات هذه يجب أن تكون على مواد مشاريعها الاستثمارية فقط فضلا عن أن ضبط المنافذ بمختلفها سيرفد الموازنة العامة بإيرادات مالية غير نفطية بنسبة أعلى من السنوات الماضية هناك إعفاءات بجهتين أول إعفاءات لشركات وهذا الأمر لا يجوز الإعفاءات للشركات هي في إدخال موادها فقط التي تحتاجها في العمل ليس بأضعاف الكمية الأصلية لأن هذه الكمية الأصلية ستنتقل بدون تعريفة قمرقية بهذه الإعفاءات إلى السوق المحلية لتكون وارد إضافي في الجزء الثاني هناك اتفاقيات أعفيت بها دول الجوار بعدد من السلع تتجاوز العدد الأصلي الذي يمكن أن تنتجهه لو تم ضبط المنافذ الجوية البحرية البرية بشكل حقيقي وواقعي بدون مجاملات وبمعيار واحد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب سيكون هناك 25% إضافية ترفض الموازنة وللحد من عمليات التهريب والتلاعب يشير متخصصون إلى التوجه نحو إنشاء مكاتب قمرقية تتقيقية مستحدثة في المناطق الشمالية من أجل إعادة إيرادات مالية كبيرة إلى خزينة الدولة سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد